وسط أرض قاحلة صناعية في لوس أنجلس يقتلع متطوعون نبتة من نوع الحنطة السوداء بهدف تحليلها فهذه النبتة تمتص منذ أن زرعت الرصاص الملوث لتربة الأرض التي كانت في السابق موقعاً لتصنيع السيارات وعلى هذه الأرض التي كانت مغطاة بالخرسانة لفترة طويلة زرع علماء من جامعة كاليفورنيا ريفرسايد نباتات وفطريات بهدف التخلص طبيعياً من المعادن الثقيلة والبتروكيمويات التي تلوث المنطقة منذ عقود نحن في ساوة سنترل ألاي في مكان 7 أكراً وتمثل هذه التقنية المعروفة بتسمية المعالجة البيولوجية بديلاً أوفر من الطرق التقليدية وقد اختيرت أنواع النباتات بدقة ففطر المحار الأبيض على سبيل المثال يتغذى في التربة على الأشجار النافقة والهايدروكربونات كالديزل وفي العادة نادراً ما تتحمل الجهات الملوثة تكلفة ما تتسبب به فبعد انسحاب الشركات من مواقع التصنيع غالباً ما تتولى تنظيف الموقع مجموعات سكنية يستغرق عثورها على التمويل اللازم سنوات وفي الولايات المتحدة حيث رصدت وكالة حماية البيئة نحو 1900 موقع يحمل إشكالية لا تتعدى مشاريع إزالة التلوث التي تنفذ سنوياً أصابع اليد الواحدة اشتركوا في القناة